نعمل بتفور هش ودايب دوابان وطريقته كتير سهلة نبدأ بالمقادير بدي كوب كامل من الزبدة الطرية زبدة نباتي أو زبدة حيواني يعني 250 جرام يطلع قالب كامل اليوم أنا استعملت زبدة لورباك ممكن تستعملوا أي زبدة حطيت كوب كامل من السكر البودرة ضروري يكون السكر بودرة وحخفقون شوي إما بهذا المكسر أو ممكن بخفقة الكيكلة صغيرة أو ممكن حتى بالخفقة اليدوية أنا نزل طريقة كمان بتفور بخفقة اليدوية بدون حتى ماكينة بدون خفقة كهربائية بس هيك تاخد الزبدة شوية هوابق شط الحواف كلياتها خاصة من تحت خاصة إذا كانت الخفقة عندي كبيرة كمان بخفقة لسواني نصير هيك مثل الكريمة رح ضيف أول حبة بيض وبخفق خفقة صغيرة كمان يدوية ممكن تصير بدون خفقة كهربائية بالمشبك السلك اليدوي بخفق خفقة صغيرة هيك ثواني وبرجع هلا بديضيف البيضة رقم اثنين هنا نحبتين بيض بدي مع البيض مع لقة صغيرة فانيليا المقادير كلياتها بتلاقوها بصندوق الوصف كمان خفقة هيك لسواني مو أكتر ما بدي الزبدة تدفى كتير بيقشط الحواف كلها ياتا بس هيكي تجانس الخليط هلا بيبدأ بضيف النواشف كوب كامل من الطحين طحين عادي بدي انخله ضروري انه ننخل الطحين بدي معلقتين كبار مليانين مليانين مقوبعين يعني من النشا الكونفلور نشا الدرة بخلط خلطة سريعة مجرد انه يختفي لطحين بوقف خلط واذا كنا عما نستعمل المشبك اليدوي او حتى السباتشولة كمانة بيصير بقشط الحواف بتأكد انه ما في زرات طحين ابدا بالاسفل خلطة صغيرة وخلص صارت عجيمة البيتفور عندي جاهزة اذا بدي استعمل كيس الكريمة او بدي استعمل المكبس هل قد طحين بيكفي اذا بدي استعمل الاوالب او القطاعات بزيد طحين لحتى تسمك معي العجينة اكتر بخلطن هيك خلطة خفيفة بتأكد انهم كلهم مزج مع بعض هلأ حقسم الخليط لقسمين قسم لح اعطيه نكهة وقسم حقليه متل ما هو اليوم حقستعمل كيس الكريمة اذا لقيتوا قوام العجين سايح اكتر ممكن زيد معلقة او معلقتين من اللطحين بيكون حسب نوع اللطحين عندي اليوم حقستعمل كيس الكريمة عبيت الكيس وحطيت الرأس الامع الكريمة اللي بيشبه النجمة عم حاول هيك طالع الهوى من مزيج البيتيفور وبسكر الكيس باي شي محبس او اي شي حتى يصير الشغل فيه سهل والصواني حطيت له انا ورق زبدة ممكن تحطوا بارشمن بيبر ممكن تحطوا سيليكون ممكن ما تحطوا شي ممكن تدهنوا دهنة خفيفة من الزيت وبشكلهم متل ما انتو بتحبوا انا هيك عم اشكلهم بشكل نجمات صغيرة والاحجام متل ما انتو كمان بتحبوا يعني قسم التاني من العجين حطيت له معلقة صغيرة من اسبريسو او ممكن تحطوا نسكافي اي نوع او اي نكهة قهوة انتو بتحبوها تضيف عليها كمان معلقة ممسوحة من الكاكاو اعطيها شوية عمق بالنكهة وشوية لون وبشكل نفس الشي بدي حط الصينية بالبراد لمدة خمس دقايق بينما شعل الفرن لازم الفرن يكون ساخن حرارة مية وتمانين بحطهم على الرف المتوسط بياخدوا بالفرن عشر دقايق تسع دقايق بس ياخدوا لون اشقر من تحت ممكن نشف شوي من فوق اشع الفرن هيك ثواني من فوق ينشفوا مو اكتر يعني ما بيطولوا بالفرن خاصة هون انا احجام القطعة صغيرة كل ما كبرنا حجم القطعة كل ما بتاخد وقت اكتر بالفرن بس بريحها شوي بالبراد عشر دقايق اربع ساعة حتى اقدر احتفظ بالشكل حتى ما يخسر الشكل كتير اذا فورا دخلتها على الفرن الساخن الشكل بخسر هاد الشكل اللي موجود عندي لانه انا ما حطيت طحين كتير حتى يبقى اللي بتفور هش كتير ودايب دوبان طب حطها شوي بالبراد تتماسك عشر دقايق اربع ساعة بعدين بدخلها على الفرن الساخن اذا حسيتوها طلعتوها من الفرن وللساتا ما لم ارمشين ممكن بس تبرد ارجع دخلها على الفرن كمان خمس دقايق يعني انتو تتحكموا بدرجة الارمشة ودرجة النضج اللي هي اللي انتو بتحبوها والتزين مثل ما انتو بتحبوه انا في منن حشيتهم بمربى الفريز في منن دوبت شوكولات بيضة وهيك نزلت قطع البتيفور اللي بنسكافي بالشوكولات البيضة وراح رش عليها شوية فارماسيل بالشوكولات ممكن تحطوا انواع من المكسرات ممكن تحطوا انواع مربيات اي تزين انتو بتحبوه والقطع اللي بالفانيليا كمان دوبتلهم شوكولات دارك ونزلتهم هيك عم نزل نصف البتيفورة وزينت بالفستو الحلب اطيب بتيفور سريع ضيافة مثل ديعت المحلات وبشوفكن بالفيديو الجاي